أمر الآن إلى الـ various types of beam loading and support هنا نحن نتكلم على أنواع الأحمال وأيضا أنواع السيبورت بالنسبة للـ beam كما هو معروف It is a structural member يعني عضو من أعضاء الأساسية بالنسبة للهيكل أي مبنى It is designed to support loads يعني نحن نصممها عشان تتحمل الأثقال التي تتبق على طول الكاميرا The loads applied to the beam can be concentrated يعني هي تقدر تكون concentrated loads قوة مركزة أو distributed loads يعني منتشرة أو الاثنين مع بعض combination of both هذا مثال للconcentrated loads زي ما نشوف هنا هي قوة مركزة في نقطة معينة من الكاميرا أو قد تكون distributed أو منتشرة على كل الكاميرا أو جزء منها زي ما نشوفه هنا بأشكال مختلفة لما بنقول combination of both يعني تجي الكاميرا بقوة منتشرة وفي نفس الوقت بنضيف لها قوة مركزة فهذه هي combination of both In general The steps of beam design مراحل الديزاين بالنسبة للbeam هما مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى بيتم فيها التحليل وبنخرج من خلالها الشيرانج فورسز والباننج مومنت وهذه هي المرحلة اللي هنتم بها بالنسبة لمادة استاتيكة المرحلة الثانية هي المرحلة اللي هتعمل فيها باستخدام من خلالها باستخدام من خلالها باستخدام من خلالها الشيرانج فورسز والباننج مومنت وهنا نتكلم مثلا لو في الخرسانة المسلحة بتجيب البي والأيج متاع الكاميرا بالاعتماد على المعطيات متاع الشيرانج فورسز والباننج مومنت نفس الشي بالنسبة للحديد رح تجيب الحديد الطولي بالباننج مومنت و رح تجيب الحديد العرضي بالاعتماد على الشير فورسز لكن زي ما أشرت احنا رح نهتم بس بالجزء الاول او الخطوة الاولى بالنسبة لأنواع السي بورس زي ما شفنا في الشابتر الثالث عندنا البن وتكون فيها ردتين فعل وعندنا الرولر بتكون فيها ردت فعل وحدة وعندنا الفيكسيد اللي بتكون فيها ردت فعل أفقية وردت فعل عمودية بالإضافة إلى رزيسنج مومنت فبالنسبة للكاميرا رح تقصمهم إلى جزئين ما يسمى بستاتيكلي ديترمينايت بيمز وفي هذه الحالة لليلزم ما يكون عندي أكثر من ثري النونس والجزء الثاني رح تكون استاتيكلي اندي ترمينايت بيمز وبتكون عندي أكثر من ثلاثة مجاهيل عموماً هذا الجزء ما نحلو بستاتيكة لكن بتحلوه في مادة تحليل الإنشاء أو تصميم خرسانة متقدم رح نهتم بالنسبة لستاتيكة بس بهذا النوع من البيمز النوع الأول بنسميه سيمبلي سيبورتد بيم زي ما تشوف هنا من جهة عندي بنت سيبورت ومن جهة عندي رولر سيبورت عندي هنا ردد فعل وهنا عندي رددين فعل عندي ثلاث أنونس أو ثلاث مجاهيل وأقدر أحل المسألة هذه أجيب الردات الفعل ومن بعد أحل الكاميرا الجزء الثاني سأسميه overhanging beam زي ما تشوفوا هنا في جزء hanging بالنسبة للبيم وبنسميها overhanging beam وهذا يمكن تكون مثلا بالكونة لو أنا عندي مثلا مبنى بالشكل هذا تمكن تكون الجزء هذه بلكونا وبالتالي هذه بنسميها overhanging beam الكامت تليفر بيم تكون مثبتة من جزء واحد وهنا رح تكون عندي ردد فعل أفقية ردد فعل عمودية ومومنت هنا وأيضا قد تكون شرفة في مبنى بيم 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 يعني بوابهم هنا حسب السي بورس متاحهم زي ما تشوف هنا بوابناهم في جزء سميناه statically determinate بيم وجزء الثاني statically undeterminate بيم بالاعتماد على عدد السي بورس وعدد النونس الموجودين مثلا هنا رح يكون عندي أربع النون فما ينفعش نحلها بالإكليبروم condition اللي نعرفها في statica Reactions at beams are determinate if they involve only three unknowns زي ما أشرت هنا لما يكون عندي ثلاث مجهول بس أو ثلاث مجاهل بس هنا بنسميها statically determinate otherwise they are statically undeterminate لما تكون هنا عدد النونس أكبر من ثلاثة شكرا على الانتباه